أسر الأرسنل بيقدم نسخة رائعة في البريميال ليج على مستوى الأداء على مستوى النتائج إيه اللي عمله أرتيته عشان يرجع بهذا الفريق لهذا المستوى ويتربع على عرش وقمة الدوري انجليزي زي ما حركة كابتن تفضلت في قبل التقرير وقالت كان قبقى وسائنة قد أنه يقال أنا أفتكر السنة اللي فاتت أول ثلاث مبارات كسيرهم أرسنل وكانت الادارة والناس بتطالب بإقالته النهاردة بعد ما انتصف الدوري أو انتصف الدوري الأول في الدوري الإنجليزي أرسنل بيتصدر بفريق خمسين نقطة فريق خمس نقاط عن سيتي مع مباراة في إيدو لعب مباراة أقل فبالتالي لو كسبها يتسعى الفريق الثاني لتمن نقاط نفكر ناس كمان كابتن من لحظة تعيينه في 2019-2020 فريق كان بيعمل إيه بعد مرور الدوري الأول كان في المركز 11 بفريق موسم 19-20 برصيدة 24 نقطة السنة اللي بعدها 20-21 المركز 11 بـ 27 نقطة السنة اللي فاتت مع تحسن في مشروع أرتيتة مركز الرابع 37 نقطة في الوقت ده من الدوري النهاردة خمسين نقطة مع أرتيتة بيتسع عن سيتي المدجج بالنجوم صاحب الميزانية الخرفية ده تعبت ثلاث سنين يا كابتن والمشروع اللي بدأ بيه أرتيتة أنا عمري ما كنت مشجع لأرسنل لكن أنا مشجع كبير أول أرتيتة احنا محللين ممكن شجع مدربين نحب الأرسنل عشان ننيني كمان وعشان ننيني طبعا عشان نجمنا المصري فبالتالي كابتن الحقيقة أرتيتة مشروع مدرب يستحق الدعم جدا إنك في فترة قصيرة تقدر تخلص على منظومة كات موجودة واختلال ما بين تغيير المدربين وفرق ولعيبة بتحس إنها القادة في قط اللبس لما تماشي العيب بحجم وقيمة أزيل وتماشي العيب بحجم وقيمة أوباما يانج وتسيطر على الغرفة خلال ما لابسه وتختار أصغر لاعب في المنظومة قد يجارت تقول ده اللي هبني عليها يبقى كابتن الفريق واللي بيقود الفرعة وتبني بأيديك اللعيبة الصغارين اللي أنت عايز تخليهم نجوم الفرعة بالتالي النهاردة المنظومة ممتازة لما تبص على غير طبعا نها بالنسبة لي أنا عارفت حالك أستتكلم عنها باستفادة مباراة يونيتد مبارح الإحساس اللي بقى موجود في ملعب الإمارات كأنه كابتن وحن حضرنا الحمد لله المحظوظين تحتفل كلها مع الجهاز الفني كأنه هذا في ديات 3.90 ودي خلي بالك روح جديدة وزي ما بنتكلم دايما قد يكون هناك مشروع والمشروع ده ثماره بتجنى بعد يمكن سنوات من بداية المشروع مش أول ما نبدأ مشروع على طول أو يعني ناخد البريمالليج لكن الأرسنال واضح جدا أنه هو الحقيقة أرتيتا بيقدم كرة رائعة وبيقدم كرة هجومية بشكل كبير جدا والروح كمان يتكلم عليها قاسر ما كناش بنشوفها يمكن السنة اللي فاتت أو اللي قبلية ولكن الأرسنال يعني يعني بيقدم نسخة رائعة في البريمالليج